نفى المركز الآلمي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء حول عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزرات بالعاصمة الإدارية الجديدة أوضح المركز الآلمي في بيان له أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي نفى تلك الأنباء مؤكدة على توافر كافة الأليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة وإتمام الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة وكذا انتقال نحو 25 وزارة و10 جهات مستقلة و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالها